وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة من ضبط نحو 511 قضية تمونية بمضبطات بلغت نحو 208 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط نحو 39 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 154 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بين 185 قضية حبز ناقص الوزنة و180 قضية حبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 455 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر